سبع الخير او مساء الخير على برج العزراء. اه برج العزراء اللي كراء النهاردة العاطفية ليك. نفش على الطاقة العامة ليك. اه برج العزراء اه انت خارج من علاقة اه او في علاقة ولكن شاعر بان هي اه في نهايتها او متقلم من شيء حدث فيها. نجمانة قوي على الاشياء اللي عملتها وقدمتها في العلاقة دي. بالضبط وبتفكر في الرحيل بالفعل. وزعلان قوي على الحاجات اللي عملتها كتير قوي. ولكن اه يعني انت زعلان على الباص في العلاقة. ولكن في حاجات تانية حلوة في العلاقة. ما انت شايفها يا برج العزراء. ومقرر الرحيل. ولكن اه في حب في العلاقة دي قوي. انت قد تحب حد او 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 هو بيحبك مزالي يعني. طب نشوف كده. مشاعر اه. انتو خبطتوا ببعض ولا ايه. يا رب ان هي تطلع حلو. ان شاء الله حلو. برج العزراء اه زي قلتلك انت خارج من العلاقة او في النهاية بمعناطك. يعني خلاص بتقفلوا العلاقة مع بعض. جراحته البعض قوي. اه هو متقلم منك قوي 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 قوي. اه يعني في قمة الالم. في قمة الالم. اه ممكن تكون قلت لبعض كلام سخيف. اه وجهت له اهنات. اوجه لك اهنات. لان اه انت شاعر بانه خدعت. وشاعر بانه ضحك عليك. بص انت انت مدمان. انت فقشد ندمك. انت زي ما تكون بتقول يا ريتني ما دخلت من العلاقة دي من الاول خالص. يا ريتني حتى ما ما فكرت فيه. فا ولكن فيه قبان في الاخر يا برج العزراء ما انت شايفه. ممكن تكون في ظلم الشخص ده. ممكن. لانه متقلم اوي. حتى لو بيظهر عكس ده. ولكنه في قمة الالم. والحصر والندم. وفي قمة الوجهة. وانت شاعر بانه خدعت. وضحك عليك. ممكن يكون خب عليك انه بيعرف حد تاني. او ممكن تكون اكتشفت شيء تاني. ممكن تكون اكتشفت طرف تالي. في العلاقة. ممكن يبرج العزراء. وانت كنت بتحبه قوي. لان هو اخي تلات سيوف. ممكن يكون تكون برج. اه قصدي ممكن يكون علاقة سلاسية. فعشان كنا انت حس انه بحك عليك. وانا شخص ده كان دهب. وكان بيضحك عليك كل الفترة اللي فاتت دي. اه طيب. هو شايفك ازاي? شايفك ان انت شخص اه شايف ان انت متقلم. يعني هو هو متقلم. وشايفك كمان ان انت متقلم. يعني هو عارف ان انت تعبان. وممكن يكون اه يعني انت متدير وش ان انت مش همك حاجة بص ان انت ماشي ومتديره دهرك بس هو عارف ان انت تعبان على فكرة. وعارف ان انت مطلع له الوش الخشب ده وان انت مية مية ولكن انت تعبان ما بيتنامش. بتفكر في كل حاجة وحصائط. وانتو الاتنين قمبطتوا ببعض وخلاص. انت شايفه ازاي? اه انت شايفه ان هو بيدافع عن نفسه. اه ممكن نقول ان انت اكتشفت حاجة عن الشريك يا برج العزراء. ولما واجهته بالشيء ده هو بدأ يدافع عن نفسه ويقولك لا والله ما حصل. والله انت متهمني وتقوله لا انت كدب. انت شخص مخادع. انت خدعتني. انت تحكت علي. عشان كده هو مجروح منك. وتعباني اوي 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 بيدافع عن نفسه. كل مديك اتكلمه في حاجة يقولك والله ما عملت والله ما سويت والله ما عملت يا عمل حاجة. وانت زعلان عشان كده بقولك انت في حد كين مش شايفهم ورا. انت مدي بص بصص على التلاتة اللي اندلقوا وسايب الكوبين اللي ورا. ممكن تكون ظلم يا برج العزراء. اه برج العزراء مشكلته ان هو بيحكم على الحاجة اه هو ده. مش هتزحزع مش هتتحتها. وبيحكم على ناس بسرعة. طب هو ايه الخطوة اللي عايز اخدها بقى? يعني بعد التلات سيوم دي ايه الخطوة اللي عايز اخدها? الغريب انه هو عايز استقر معاك. شوف اما قولك الغريب بقى ازاي واحد مجروح من واحد عايز استقر معاك. هو بيحبك. وشايف ان دي العلاقة المسالية ليه اصلا. امال ايه اللي حصل? انا بقولك انت ممكن تكون انت ظنت فيه ظن محش. او يعني وصل لك كلام عنه انه هو عارف حد غيرك. وهو مش عارف حد غيرك ولا حاجة. ولا في اي حاجة تاني. وممكن يكون فعلا هي علاقة سلسية. وانت عرفته بالطرف التالت ولكن انت الشخص الاصلي عنه. ممكن يكون التالت ده بيتسلى معاك او علاقك ده يعني عشوائي. لكن انت الاستقرار. انت الزوجة او انت الزوج. انت شخص المستقر معاك. الخطوة اللي انت عايز تاخدها يا برج العزراء طبعا باين جدا انت عايز العدالة تحصلها. انت تعبان او على فكرة. العلمك. انت حاسس بالخديعة. وعايز بقى العدالة اللي هي. اللي هو الكرمة تحصل. وبتقول ان الكرمة دي لازم تحصل في العلاقة دي. او بتقول ان ان انا امشي واسيب العلاقة هيدي دي لازم قرمة. فعشان كده انت ماشي. انت بقرر تمشي. وبتقول في عالي بالك ان هيدي ايه دي العدالة? هي دي العدالة اللي مفروض تحصل. العدالة ان انا امشي او العدالة ان هو يجي بقى ايه يصلح الموضوع ده كله. الاخر كده على البلاطة. فهو شايفك الاستقرار. مش شايفك سوري. هو عايز اعمل استقرار. وانت عايز العدالة. بالاخر. العدالة بقى في ايه? لو هو في طرف ثلت. لو سمحت اتجاوزني. واسيبت من طرف ثلت ده. او لو سمحت لو انت سيبت طرف ثلت ده وركز معايا. لو هو بيعرى البنات لو سمحت سيبت من البنات دي وركز معايا. اه لو جرحك. اتفضل صالحني وفهمني. ليه بقى بقول كده? لان اللي. لانه شايف العلاقة هو اصلا شايف العلاقة انت ممكن تكون بتتعمل مع حدا برج جوزاء. اه شايف العلاقة ان ان هي دي العلاقة اللي هو كان يطمح بها. العشاء. زالة فرصة. شايف ان انت السلمي بتعرس. انت الاستقرار. انت اللي هتحقق له كل حاجة في الحياة. والله هو تعبان جدا. مجروح منك قوي. كانتش متوقع انه ده يحصل على فترة. انت شكلك ظلم يا برج العزراء. لانه بيحبك وممكن يكون فعلا يعني مش خدعك. خب عليك حاجة. ولكن هو في الاصل شايفك الاستقرار. وشايف ان انت السلمي بتاع. وانت الشخص اللي بيحبه وهيفضل يحبه. طول عمر بقى. شايسيبه ابدا. وانت كمان شايفه الاستقرار. مش بقول لك انت ظلمه. انا بقول لك بربي العزراء مشكلته بيغى سرع. انا بقول لك انت في حاجة وصلت لك. عن الشخص ده. وخدت القرار سريع. باي 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 باي. وشايف ان هو ده المفروض يحصل. لا مش هو ده. مش ان ده الاستقرار. دي العلاقة دي استقرار. انت شايفها انها استقرار على فكرة. وشايف ان هي حاجة حلوة. وهو كمان شايفك انت السلمي بتاع. فليه بقى ده? ليه ليه لدي كل. اه سوري انقطع شوية الفيديو. كامل مع بعض. فالنصيح عليك ان انت. خد قرار بقى. وبطل بقى اللعبة ده كل بورج العزراء. ما سمعت. وبطل بقى حوار انت بتخدعني. وتوجه اتهامات للطرف التاني. على قصص غير مبنية اصلا. ما بيش حاجة مبنية. كلها اوهان في جناغات. كلها اوهان. اهو. اخرج بقى من ليلة العشر صيوف دي اخرج. اخرج بقى يا برج العزراء من ليلة دي. خد القرار بقى كده. انت متقبس عشر صيوف وهو شايفك انت كمان التسع صيوف. انت عامل يعني بتوهم نفسك بالنشخص اللي معك كدد. وانه نصاب. وبيخدع. وحرامي. كل ده في. هو راجل ولا في حاجة. راجل بيروح ينام. ويسعى الصبح. يلاقيك بيقول له اه. ها قدت الصهرة مع مين النهار ده ستي والله قدت ولا بتاع. اخرج بقى بره دي. واخد بقى قرار بقى. حزن بقى مع نفسك. واعدل امورك. واعدل امورك. واعدل تفكيرك. اه. راجل بيحبوكم يعني يا برج العزراء. يا بليه كتر من تي ده مش عارف. برج العزراء بيصدوا احكام على الناس في ثانية. في ثانية. متسرع اصلا. يعني برج ترابي. بس متسرع. طبعا بتتعاملوا مع برج ترابي. او برج مائي برضو. طب نشوف المبتعدين عن بعض. او شخص المبتعد عنه برج العزراء. مشاعره ايه? طبت ده ظهرت هاي. ظهر ان الشخص اللي انت في الاولاني. اللي انت قفلت معا ده. ميته ايه طيب? ليك? ده تعبان قوي. واخد ثلاث سيوف وادل عشرة ثمينهم. يعني انت هاريته. ده انت قلت له تعالى بقى با استلمك. ميته ايه? حرام والله يا حرام اللي بحصل ده. مش معقولة. مش معقولة يا برج العزراء. بقى تعمل منك وفي نفس الوقت ممكن يكون ده سيناريو تاني. انا هشوف بس كده اتأكد من حاجة. لو ها مش السيناريو الاولاني فان هشوف السيناريو التاني. هل ممكن يكون عايز يخرج بقى من الكوكبة اللي عزلت فيه دي ولا ايه? اه. ايو 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 ايو. ايو ايو. اه. اه تعبان قوي 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 قوي. واخد طبعا العشر سيوف. وآآ يعني شوية غدر لطيفة. هو عايز يعمل ايه? نيته ايه طيب? نيته ان هو يخرج بقى بره الليلة اللي هو عملها دي. بكل بده يمشي. من ايه من العلاقة? لا يمشي من ما اللي حصله ده كل عموما. ويستريح. لانه تعب قوي عشر سيوف كتير عليه. كتير عليه قوي برج العزراء. لو انت اللي عملت فيه كده فعلا. وآآ وطبعا حاسس بالغدر طبعا. وبس نيته مش يقدر. لأ هو نيته يخرج. يخرج. ويعيد بقى التوازن التاني لحياته. ويحتفل بقى باللي عنده. تمام? ويكون برضو ممكن يكون ما هو يرجع. عايز ياخد قرار اهو. آآ. ممكن يكون عايز يديك فرصة تانية. نلجع مع بعض ونكمل مع بعض التسع كبيات. بس هياخد فترة استراحة الاول. وبعد كده. هعايز يرجع. ويبتدي اداية جديدة. اوكي? وممكن طبعا اسماريه التاني. ان الشخص آآ مجروح منك اوي اوي اوي. ومكرر ان هو يخرج برق العلاقة. ويستريح بقى وبعد كده يبتدي اداية جديدة مع العصو. خالص. ليه ده عندك? سانية واحدة. يعني يبتدي خالص بقى ويبص لحياته ويبتدي اداية جديدة مع نفسه ولكن قرار حازم يعني ما فيهوش رجل. يبص القدام ويمشي. سلام عليكم السلام. لما هو يعني على اخ خالص. اعتقد ان هو ده الشخص الاولينين. وممكن يكون العكس. انتو اللي تعبانين وهو اللي غطر في كم. طيب الجاي بطريقة ايه ممكن اعزره لو انت شخص عايزي فما مش مفتبط ولا حاجة. من الزكار جات. بقى فانغير الكروت كده عشان نغرغي حاجة. الشخص الجاي بطريقك. مشاعره ايه? وين ايه? شخص الجاي بطريقك اه شخص ممكن يكون كان مبتعد عنك. وعايز يرجع مرة تانية. لان مشاعر جديدة عايز يعمل مشاعر جديدة ان مشاعره ماتت تقريبا. وعايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره دي. وآآ ممكن يكون شخص برضو جديد خالص ما عارفكش. وآآ عايز يعمل ولادة جديدة لمشاعره. وينوية على ايه? طبعا ذكرت الغمور كله. هنشوف دلوقتي برضو. ودي حاط. كيما برج العزراء وبرج الجزاء اللي اشتركوا. افتاكم بليل غريبا.